اشتركوا في القناة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الذي قدم لجلالته أفراد فريق الحرس الملكي بمناسبة فوزهم بلقب بطولة رويل رامبل للملاكمة والتي أقيمت منافساتها مؤخرا ونظمها الاتحاد البحريني للملاكمة بالتعاون مع نادي البحرين للرقب وذلك بعد فوزه على فريق الجيش البريطاني وحدة المظليين وخلال الاستقبال هنأ حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه أفراد فريق الحرس الملكي وشكرهم على هذا الإنجاز الرياضي المشرف الذي يستحق كل التقدير ويضاف إلى سجل إنجازات المملكة الحافل في مختلف الألعاب الرياضية وأشاد جلالته بما قدموه من مستوى وأداء متميز وما أظهروه من عزيمة وإصرار استحقوا من خلالها لقب هذه البطولة متمنيا جلالته لهم كل التوفيق في مشاركاتهم المقبلة لمزيد من الإنجازات لوطننا العزيز كما أثنى جلالة الملك المعظم أيده الله على الجهود المقدرة التي يواصل بذلها سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو شيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس لجلة الأولمبية البحرينية في تعزيز مسيرة قطاع الرياضة والشباب مشهيدا بإخلاص وتفاني جميع رياضيه وشباب الوطن الذين لم يتدخروا جهدا في سبيل إعلاء شأن المملكة ورفع رايتها في كل المحافل الرياضية من جهته أعرب سمو شيخ خالد بن حمد الخليفة عن خالص الشكر والعرفان لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على دعم واهتمام جلالته للحركة الرياضية والتي أثمرت عن تحقيق العديد من الإنجازات للرياضة البحرينية ومن بينها فوز فريق الحرس الملكي بلقب بطولة رويل رنبل للملاكمة والتي تعد ثمرة للرعاية الفائقة التي يليها جلالته ويده الله ورعاه لأبنائه الرياضيين وهو ما قاد إلى تحقيق العديد من النجاحات التي ساهمت في إعلاء راية الوطن معربا سموه عن خالص الشكر والامتنان لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لاستقباله الأبطال وتحفيزهم وهو ما سيكون له أبلغ الأثر في تشجيعهم على مواصلة النجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة للوطن في الاستحقاقات المقبلة مسيرة الرياضة البحرينية مسيرة تتعاظم يوما تلو الآخر تميزت برياضاتها المختلفة والمتنوعة وحملت شعلة الإنجاز والتقدم لتضيء الملاعب والحلبات وتوقد عزيمة بحرينية عنانها سماء الإنجازات الكبيرة ونهجها الإصرار الدائم على النجاح فريق الحرس الملكي للملاكمة لم يمضي على تأسيسه كثيرا إلا أنه جاء مسرعا ليضع بكل ثقة بصمة واضحة في ساحات النزال ويزاحم الأبطال والشجعان ويتغلب على كل التحديات ويصنع واقعا جديدا في هذه الرياضة يضع من خلاله اسم مملكة البحرين على خارطة العالم لرياضة الملاكمة بل وينافس بكل جدارة كل من سبقوه في هذا المجهل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وسمو العقيد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة عملا بكل جد واجتهاد ومن خلال المتابعة المستمرة على تهيئة البيئة الخصبة أمام طاقات شبابية كامنة لتبدع وتتميز في مجالات رياضية عديدة على رأسها فريق الحرس الملكي للملاكمة والذي برهن على أن المنجز الرياضي البحريني أصبح مصدر فخر واعتزاز للمملكة على المستوى الدولي وأن الموسم الرياضي الحافل الذي حظيت به البحرين في الفترة الماضية لهو ترجمة واقعية لما توليه البحرين من اهتمام بالرياضة والمحافل الرياضية والرياضيين من أبرز إنجازات فريق الحرس الملكي للملاكمة هو مشاركته في بطولة رويال رومبل للملاكمة التي أقيمت برعاية وحضور سمو الشيخ خالد بن حمد أهل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في فبراير الماضي بناد البحرين للريقبي ونظمها الاتحاد البحريني للملاكمة بالتعاون مع نادي البحرين للريقبي هذه البطولة المميزة استطاع فيها فريق الحرس الملكي للملاكمة أن يحقق إنجازا كبيرا بالتغلب على الفريق البريطاني في نزالات هذه البطولة التي شارك فيها فريق الحرس الملكي أمام فريق الجيش البريطاني حيث نجح الفريق البحريني بالسيطرة على منافسات هذه البطولة عبر تحقيقه ثمان انتصارات في تسع نزالات ليحقق بذلك لقب هذه البطولة إنجازات كبيرة أخرى تحققت في نزالات ومشاركات أقليمية ودولية تميز بها فريق الحرس الملكي للملاكمة وحقق من خلالها مراكز مشرفة رفعت اسم المملكة وساهمت في إثراء سجلها الرياضي وأضافت لخبرات الفريق المزيد من التجارب والخبرات الفنية والإدارية الجديدة مملكة البحرين وضمن مسارات تقدمها الكبيرة نجحت في رسم طريقها نحو القمة في العديد من المجالات الرياضية وعملت على التأسيس لذلك من خلال الدعم الرسمي والمعنوي والمتابعة من قبل كبار المسؤولين للارتقاء بأبناء البحرين إلى القمة دائما من خلال تنظيم المجالات الرياضية وإنشاء المؤسسات الفنية والإدارية ووضع الخطط والبرامج التي تكفل التدريب والتأهيد المستمر للطاقات البحرينية المبدعة والنهوض بها لتحقيق أعلى مستوياتها في العطاء والتميز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر